الآن نتعلم نتعلم قد تتعلم بعض الأطفال صوم الرسم نتعلم من الأطفال في صوم الرسم ويبدو أن صوم الرسل هو أول صوم في الكنيسة البسيحية على مدى التاريخ صحيح أقدس الصيامات هي الأربعين المقدسة وسبوع الألام والأربع جمعة لكن أقدم صوم هو الرسل ليه بأنه السيد المسيح قال لا يستطيع بني العرس أن يصوموا مدام العريس معهم لكن حينما يرتفع عنهم العريس حين أذن يصومون فصم الرسل هذا الصوم فيعتبر أول صوم في الكنيسة وإحنا بالشكل ده يهمنا أن نأخذ بعض معلومات عن أبائنا الرسل السيد المسيح قال لهم لستم أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأرسلتكم لتأتوا بثمر ويدوم ثمركم فهم أخترهم السيد المسيح ولماذا اخترهم وكيف اخترهم وعملهم أي بعض باخترهم هو ده اللي نتكلم عنه أولا السيد المسيح اختار هؤلاء الرسل من نوعيات متعددة فيهم الكبير وفيهم الصغير وفيهم المتعلم وفيهم الجاهل أنواع مش بس اللي 12 رسول اختار الـ 12 رسول وبعد كده اختار خمسين آخرين كما ورد في إنجيل لوقى صح عشرة واختار أشخاص ثمين حتى بعد القيامة زي مثلا بولس الرسول شاول الترسوس أو رسول للمسيح ولكن لم يكن من الـ 12 وكان بعد القيامة وأيضا مرقص الرسول ولوء الرسول الإنجليين دور واخرين ما كانوش من الـ 12 وبرنابة الرسول ما كانش من الـ 12 فكانت نوعيات فيهم الصيادين أمثال سمعان بطرس وأخيه وأمثال يحنى بن زبدي وأخيه وفيهم العشار زي متى العشار وفيهم الفيلسوف زي بولس الرسول والإنسان المثقف العالي الثقافة مثل مرقص الرسول الذي كان يتقن اللغة العبرانية واليونانية واللاتينية كلها حتى إن الكاتوليك بيقوله كان بيترجم لبطرس الرسول وفيهم رؤى الطبيب أو كان طبيب ومثقف فكانت نوعيات كتيرة تختلف في الثقافة وتختلف في السن فبطرس الرسول كان كبير في السن عشان كده لما جه يتكلم عن مرقص المرقص ابني يقصد ابنه من جهة السن وفيهم الشاب الصغير زي يوحنى الحبيب كان شاب صغير ومرقص أيضا كان شاب صغير المهم أن السيد المسيح اختار الأباء الرسل من كل الهيئات يعني ليس من هيئة واحدة من هيئات متعددة أعدهم ودربهم ومنحهم سلطانا ودرجهم شيئا فشيئا وقيل عنه في يوحنى 13 إنه أحبهم حتى المنتهى وأظهر لهم ذاته هؤلاء الأباء الرسل هم الذين رأوه في كل معجزاته والأباء الرسل والأباء الرسل هم الذين رأوه على جبل التجلي وهم الذين رأوه في بستان جثب الثيماني وهم الذين عارفوا كل شيئا وهم الذين اكتبع بهم أربعين يوم من بعد القيامة يحدثهم عن الأمور المختصة ملكوت الله دربهم دربهم إزاي يعني مش بس تتلمزوا على يديه إنما أرسلهم في دورات تدريبية الدورة التدريبية الأولى كما ورد في متأة صح عشر قال لهم إلى طريق أمم لا تمضوا ومدينة للسامريين لا تدخلوا لأنهم ما كانوش حمل الأمم ولا حمل السامريين دل لسه جداد ده المسيح نفسه مر السامريين أغلقوا أبواب مدينتهم في وجهه فلو حصل كده مع الرسل هيتعبه لكن فيما بعد قبل القيامة قال لهم تكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية وفي السامرة وإلى أقصى الأرض يعني دربهم واحدة فواحدة وضبنا إلى هؤلاء الأباء مجموعة أيضا من النساء زي مريم المجدلية التي أرسلها لتبشر الرسل بالقيامة ونسوة أخريات فإيه اللي كان موجود في هؤلاء الأباء الرسل اللي يعني من أجله السيد المسيح أختارهم أول حاجة كانت قلوبهم متفتحة لدعوتهم يعني قلوبهم متفتحة لدعوتهم يعني يكفل لأنهم يقول للواحد منهم اتبعني يسيب كل حاجة ويتبعه لاوي أو متة كان في مكان الجباية وعنده مسؤولية قال له اتبعني يسيب كل حاجة وتبعه بطرس وأخوه سمعان بطرس وأخوه كانوا صيادين قال لهم اتبعوني فأجعلكم صياد الناس تركوا الشباك وتركوا السفينة اللي بيصيدوا منها وتركوا أباهم وتركوا أهلهم ومشهم قلوب تستجيب لدعوت ربنا لعل الناس يقولوا واش معنى دول لا دول كان عندهم استجابة كلمة واحدة يقول لهم اتبعوني يسيبوا كل حاجة واتبعوه ده مش بس تبعوه وتركوا الأب والأم والبيت ده تركوا حتى الزوجة وتفرغوا لعمل الله ولخدمة الكلمة ولخدمة الكلمة تفرغا كاملا تكريس كامل ليه ومش بس كانوا من النوع اللي بيقبل للدعوة بسرعة بالسرعة النبع حتى ما كانوش عارفين هتبقى شغلانتهم اين اتبعون ايه تابعوه طب نتبعك فين ما قالوش فين نعمل ايه ما قالوهمش تعملوا ايه تذكرنا بقصة ابينا ابراهيم اب الاباء لما بيقول عنه الكتاب انه خرج وراء ربنا وهو لا يدري الى اين يذهب قالو اترك وتعالى ورايا ترك وجه وراه ادي النحية الهامة في التكريس يعني فيه انسان يدعى للخدمة يعود يحسبن هشتغل فين والشغلة مريحة ولا مش مريحة واخد مرتب يكفه ولا ما يكفيش والمكان مكان راقي ولا مكان شعبي ويحسبن الاباء الرسم ما كانوش من نوع ده مش يوراء المسيح وهم مش عارفين لهم شغلان وقدوا تقريبا ثلاث سنوات او اكثر شوية في اتباع السيد المسيح وهم لا يعملون عملا معدد دورات التدريبية لا يعملوش حاجة المسيح هو اللي بيوعظوا هو بوراه وهو اللي بيعمل المعجزات وهم اللي بيتفرجوا وهو اللي بيتكلم وهم بيسلعوا زي الباقيين لا يعملوش حاجة بوراه فكانوا من القلوب المستعدة اللي بتترك كل شيء ولا تشك في عناية ربنا في الخدمة وايضا غالبيتهم كانوا عاطفيين غالبيتهم كانوا عاطفيين زي يوحنى الحبيب اللي كان بيتكق على صدر المسيح عاطفي زي تومى لما سمع بموت العاذب قال نذهب نحن ونموت معه عاطفي زي بطرس اللي لقى عبد الرئيس الكهنة بيتكلم ضد المسيح راح بربه قطع له دام عاطفي برده اللي عندهم عاطفة بيبقى قلبهم متحرك اكتر من غيرهم وهؤلاء الرسل كانوا اقوياء او صاروا اقوياء لما حل الروح القدس عليهم او المسيح اعطاهم هذه القوة لكي يبشروا به ولكي يحتمي قوة عجيبة جدا اولا قوة في الاختماع والاختماع ده اسسوا فيهم على مدى الاربعين يوم قوة في نشر الدعوة وفي جذب الاخرين قوة في الكلمة عيزة واحدة من بطرس يجيب تلاتلاف واحد للإيمان يتعمدوا في نفس اليوم دي قوة اهدي لم نسمع في تاريخ الكنيسة ان واحد بعيزة جاب للإيمان تلاتلاف واحد وبعدين بعد معجزة الراجل الأعرج اللي عند باب الجميل بقوا خمس تلاف وبعدين بقت جماهير من رجال ونساء تدخل إلى الإيمان جماهير من رجال ونساء تدخل الإيمان ومن الكهنة اللي كانوا ضد النسيح دخلوا للإيمان برضو بقوة الكلمة والعمل الكرازي العميق وايضا بقوة آيات وعجائب منحهم الرب إياها الكتاب يقول خرجوا يكرزوا وكان معاهم قوة ربنا تؤيدهم بآيات وعجائب عن القوة دي يقول سفر الأعمال بقوة عظيمة كان الأباء الرسل يشهدون لقيامة المسيح ونعمة عظيمة كانت على جميعهم قوة ونعمة عظيمة وقوة آيات لدرجة بطرس الرسول كان لما يمشي يدعون المرضى في طريقه لعل لو حل ظل ظله على واحد منهم يشفيه وبين قبولس الرسول كانت اللفائف اللي على جسده من القروح اللي عليه لما بياخدوها تشفي الأمراض وتخرج الأرواح الشغيرة كانت لهم قوة كبيرة في كل عملهم وكانت لهم قوة في الصلاة الصلاة اللي مر صلوها فتزعزع المكان من الصلاة قوة في الخدمة زي خدمة استفانوس فيما بعد وهو أحد الشمانس الذين رسموه بيقولوا وقف قصاد ثلاث مجامع من الفلاسفة ولم يستطيعوا أن يقاوموا الروح ولا القوة اللي كان بيكلم بيها ما يدروش يتميز عصر الأباء الرسل بعصر القوة القوة في المسيحية ونفس الوقت كانت قوة في الاحتمال كانت قوة في الاحتمال أخدوهم جلدوهم ولهمهم رموهم في السجن فخرجوا فرحين لأنهم حسبوا مستاهلين من أجل اسمه إيه الجبرود ده يرموهم في السجن اللي قوهم تانيون في الهيكة اللي بيبشروا هذه القوة كانت سمت الكنيسة في عصرها الرسولي عصر الأباء الرسل ولذلك استطاعوا أن ينشروا الإيمان في العالم المعروف لديهم في ذلك الحين يعني من أوروشليم إلى إنطاقيا إلى كل اليهودية جنوبا إلى مصر شمالا إلى قبرص إلى آسيا الصغرى كل بلاد اليهودية وجليل غربا إلى بلاد اليونان ثم إلى روما شرقا إلى بلاد الهند إيه كل الجبرود ده كما يقول عنهم المزمور الذين لا صوت لهم ولا كلام في كل المسكونة بلغ منطقهم إلى أقطار المسكونة بلغت أخوالهم كانت لهم قوة عجيبة في نشر الإيمان يكفي واحد زي مرقص الرسول جه بصر فحولها إلى مسيحية كلها مسافة كم سنة بتتعبدوا على الصوابة جبروت قوة في الإيمان وفي نشر وإصرار على الخدمة على الرغم من كل العوائق على الرغم من كل العوائق يعني واحد زي مرقص الرسول جاء إلى مصر موجود فيها العبادات الفرعونية عدد ضخم العبادات اليونانية من أيام الإسكندر والبطالمة العبادات الرومانية من أيام أنطنيوس قيصر وإكتافيوس قيصر ونيرون العبادات القديمة اللي جاية من بلاد الشرق وهو لا يملك كنيسة ولا يملك شعر ولكن قوة في الإصرار على الخدمة هذه القوة في الأباء الرسل اللي لما أرادوا يسكتوهم وقالوا لهم لا تنطقوا باسم يسوع دي قالوا لهم لا نستطيع أن نحن نسكت لا نستطيع ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس هذه القوة ينبغي أن يطاع الله أكثر مننا طبعا لو طوعت ربني يربكوا في السجن ولا يهم منه سجن سجن إيه بتاعيه سجن دي خوفه به العيالة الصغيرية لكن رسل ما كنوش من نوع اللي يخاف ده جبروت هؤلاء الأباء في قوتهم وفي قوة الاحتمال وقوة الصبر لما نسمع عن الآلام التي تعرض لها بولس الرسول نجد عجب في عجب كيف احتمل كل هذا وانتهى بهم الأمر تقريبا أنهم كلهم استشهدوا ونالوا إكليل للشهادة ما عدى يحن الحبيب الذي عذبوه كثيرا ولم يمت في العذابات دي القوة بتاعيه هؤلاء الأباء الرسول لهم فضل كبير علينا لو لاهم ما وصل الإيمان إليه على رأي قديس أغسطينوس لما بيقول بيشرح المزمور بتاع أساساته في الجبال المقدسة قال هذه الجبال المقدسة هي لباء الرسل هم الوضع أساس المسيحية أساساته في الجبال المقدسة هذه الأساسات زي واحد بولس الرسول يقول أنا كبناء حكيم وضعت أساسا وغيري بني عليه وضعوا الأساس بتاع المسيحية كلها هم الذين كتبوا لنا الأناجيل هم الذين نقلوا إلينا أخوال السيد المسيح ومعجزاته وهم الذين نقلوا إلينا التقاليد الأولى ترديشنس إيه التقاليد الأولى دي يعني نقرأ في إنجيل لوء الصحة 24 إن السيد المسيح فتح ذهنهم ليعرفوا ما كتب عنه في الناموس والأنبياء والمزامير كل ما كتب عنه وهذا لم يكتب في الأناجيل لكن حفظه لنا الأباء الرسل وسلموه إلينا سلموه إلينا ليس ككتابة لكن كحياة سلموه إلينا ليس ككتابة لكن كحياة هم أول من رسموا قسوسا وشبامسا وأساقفا وكيف رسموهم الكتاب الكتاب ما قالش إيه طريقة الرسامة مش موجودة في الإنجيل لكن المسيح أعطاهم هذا العلم وهم نقلوه إلينا في حياة الكنيسة ليس في الكلام لكن في حياة الكنيسة السيد المسيح قال لهم عن سر الإفخارسية اصنعوا هذا لذكري وما قال لهمش كيف يصنعون هذا لذكري يعني في الكتاب ما تكتبش دي لكن قطعا قال لهم وهم بلغون هذا الأمر عمليا وليس كتابة الأباء الرسل وضعوا إلينا تعاليم الرسل في كتاب الدسكولية دي دسكاليا 38 باب وفي قوانين الأباء الرسل 127 قانون من قوانين الأباء الرسل كتاب فيه 56 قانون وكتاب فيه 71 قانون نشرطهم مجموعة باترولوجي أورينتاليس الأباء الشرقيين تركوا لنا أسس المسيحية وتعاليم المسيحية وقوانين المسيحية وتقاليد المسيحية والأسرار الكنسية كلها وأيضا بناء الكنائس هم في الأول وسط العصر الروماني المتعب في اتحاداته كانوا يصلون في البيوت أول بيت استخدم ككنيسة بيت مري مرقص الرسول بيت مريم أم يوحنى الملقب مرقص كما ورد في سفر أعمال الرسل الصح 12 آية 12 وأيضا بيت أكلة وبرسكلة كما ورد في روميا 16 سلموا على أكلة وبرسكلة والكنيسة التي في بيتهما ثم بيت منفاس وقيل إن الليديا بقعت الأرجون برضو بتبقى كنيسة ففي الأول كانوا بيعملوا كنيسة في البيوت ثم بقوا يعملوا كنيسة أحيانا في المقابر فيه آثار عن كده ثم بقوا يبنوا كنيسة بناء كنيسة موجودة بالذات في سفر أعمال الرسل الصح 9 آية 31 يقول وأما الكنائس في كل اليهودية والجليل والسامرة كان لها سلام وكانت تبنى وتسير في خوف الله وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر ده كلام ده في أيام الرسل أعمال الرسل الصح 9 كانت تبنى وكانت تتكاثر هم الذين نقلوا إلينا الإيمان المسيحي كما قال المسيح للأباء الرسل وعلموهم جميع ما أوصيتكم به علموهم جميع ما أوصيتكم به لهم فضل كبير علينا لا ننساه وللأسف ما أقل الكنائس التي تبنى على أسماء الرسل في أيام هم الذين بنوا الكنيسة الأولى بقوة من السيد المسيح ومع ذلك نحن ما أقل ما نبني الكنائس على أسماء والاحتفال بالأباء الرسل وأعياد الأباء الرسل كويس إن احنا بنهتفل بعيد بوتر سبولس اللي هو عيد الرسل بالنيابة على الرأي نعم المهم كل السنة ومتطيبين اتفضل وصلا اشتركوا في القناة